أهلا بكم أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة بدل أقصى الجهود لتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين مشددا على أن الأردن سيواصل الدفع نحو وقف الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية برا وجوا إلى غزة وحذر جلالته خلال لقائه اليوم وافدى قائمة الجبهات الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيسة الذي ضمن نائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي الذين يترأسان القائمة بالتشارك والنائب يوسف العطون من خطورة استمرار الحرب على غزة والتصعيد بالضفات الغربية والقدس والذي سيزيد من توسع الصراع وشدد جلالة الملك على أهمية وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحدية الجانب بالقدس والمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد محذرا من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفات الغربية وجدد جلالته التأكيد على الاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها وأعاد جلالة الملك تأكيد على رفض الأردن لأي محاولات للفصل بين الضفات الغربية وقطاع غزة التي تشكلان امتدادا للدولات الفلسطينية الواحدة مجددا في السياق ذاته رفض الأردن القاطع لمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين وأكد جلالته أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لجئين الفلسطينيين الأونروا لتقوم بدورها ضمن تكليفها الأممي كما أكد جلالة الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي يقود إلى السلام العديل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط رابع من حزيران عام 67 وعاصمة القدس الشرقية وأعرب جلالته عن تقديره للدور المهم لقائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في تمثيل وإيصال الصوت العربي ولمواقفهم الداعمة لجهود تحقيق السلام وإيجاد أفق سياسيا لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر